أهلا وسهلا فيكم ببدو تريد ريبل بتحقق فوز كتير مهم على لجنة الأوراق المالية والبورصات السك شو عم بيصير مع كوين بيس شو عم بيصير مع بايننس وأخبار كتير مهمة عن السوق مثل مع وادكن أنا يوميا بدي لكم آخر أخبار لكريبتو لايك ونسبسكراب للشانل خلينا نبلش البيتكوين مبارح شفنا هبوط إليه وصلنا لستة وعشرين ألف وخمسمية ورجعنا شفنا ارتتال كبير الهبوط اجا على عقب ديكسي قوة الدولار الأمريكي سعدت للمية وثلاثة ولكن ارتدينا على عقب أخبار مهمة مثل سقف الدين الأمريكي وأخبار كتير مهمة بالسوق يلي اللي نحن نحكي عنها بعد شوية خلونا نبدل شو عم بيصير بالأسواق عم بيصير بالأسواق أول شيء القاضي طبع محكمة ريبل بيرفض طلب الساك بيرفض طلب انه يقيموا دوكومنت أو ملفات هنمن يلي هي ريبل متكلي عليها بشكل كتير بالدفاع تبعها كان عميط المشطبة هلأ المحامية والقاضئة رفضوا هالأمر كليا ولح يتم عرض هايدي الملفات بستة جون للمجتمع كله يشوفه للبوبليك كله يشوفه هيدا كف كتير مهم من ريبل للساك هيدا لأنه متكليين بشكل كتير كبير عليها بهايدا الديوكومنت بيقولوا انه الاثيريوم بيقولوا انه وريبل متكلي انه هي قريبة كتير من الاثيريوم وهي بيقولوا انه على عقب هالأمر بيطلع بريد جارلينجهاوس يلي هو رئيس مجلس إدارة ريبل او المؤسس تبعها كمان بيقول هيدا ربح للشفيفية هيدول الاميلز اللي لازم يصيروا ببليك ببليك يعني كل العالم تقدر تشوفوا انه هالشي سيهم بسعود ريبل بشكل كتير كبير غير هيك شفنا لجنة لورق المالية والبورصات الساك حذرت شركة غريسكيل انه عملت فايل كوين سيكوريتي غريسكيل كان عندها عم تعمل تراست فايل كوين تراست حذرتها قلت له فايل كوين هي رمز بتبين كلها السيكوريتي سنتبهوا من هالأمر لانه شكله وهالشي قده اكيد لهبوط سعر فايل كون لانه فيه مخاوف الساكي ممكن يخدهم على المحكمة أو هالأمور باينانس استراليا بتوقف الودائع والسحوبات بالأيو دي الاستراليان دولار بسبب مشاكل ثيرد بارتي اكيد هالأمر خوف كثير من العالم لان شوفنا توقيف نفس الامر بأميركا نفس الامر بغير بلدين كأنه في ضغط لا يخنقوا الكريبتو من هالشي صار حاليا باستراليا باينانس تطلع وتقول هيدا مشكلة بالثيرد بارتي وعم يشتغلوا على حل ان شاء الله تكون هالمشكلة بس موقتة ويقدر يحلوها وما يكفي هالخمق لمجال الكريبتو بشكل عام من ناحية تانية اعلنت منصة كوينباس مبارح كمان اللي هتعلق دفع المكافئات للإثيريوم كثير عالم خافض من هالموضع هي بس المكافئات عملتكن على كوينباس ما كان فيها مشاكل فيكن تسحبوها ساعة ما بدكن المكافئات تبع ستيكينج تبعاكم هيدا اللي تم توقيفه على عقب هالأمر تم العالم كثير سحبت عملاتها وبلشت تستخدم لايدو فينس لايدو هي منصة ستيكينج للإثيريوم بتعمل ستيكينج للموضعين الصغار إذا بدكن إذا الواحد ما فيه يعمل فيليديتر لحاله وشفنا صعود كتير كبير إلى لا مركزية عم تتفوق على المركزية ما عندنا مشاكل فيكن تفوتوا وتطلعوا منا ساعة ما بدكن أنا دائما موافق لا مركزية أفضل مركزية عمل تويت على بدوي ضرورة تلحقوني هونيك وتتابعوني على يوتيوب عملوا سبسكراب للشانل وحطوا الجرس لماذا عمقلكم هيك مبارح حكينا عن بعض العملات أنه بدون يصعدوا يلي حضر الفيديو مبارح يمكن دخل بها العملات ويمكن ربح عمل أرباح كتير كبيرة حكينا عن العملات التي تصعد هي عملات الميتاورس بشكل خاص سمت رندر سمت اكسي انفينيتي وسمت عدة واحد شوفوا اليوم شو صار مع رندر صعود صاروخي لرندر ليش صعود صاروخي وليس سمت هالعملات أنا بشكل خاص سمت هالعملات لأنه أبل ستعمل ميكس رياليتي هادسيت ستطلق بخمسة جون هلأ أبل عندها شراكة هي مع رندر بالأساس وهلأ الميكس رياليتي هادسيت هذي ستكون تشتغل على الميتاورس بشكل كتير مهم سيكون في دعم كتير كبير للميتاورس سيكون يعملوا كأنه دعايا وجزب كلنا متذكر شو صار مع متا أو فيسبوك وقتها عملت دعم سنت الماضي للميتاورس وغيرت اسمها من فيسبوك للميتا شو صار بعملات الميتاورس وقدي صعده ساند بوكس كل هالأمور أبل عم تعمل شغلة قريبة كتير رح تجيب انتباه كتير كبير على الميتاورس على عقب هالأمر سفنا صعود كتير قوي لرندر يلي هو بيعامل شراكة مع أبل بالأساس وشفنا صعود كمان لأكسي انفينتي أكسي انفينتي ليه سبب صعودة أبل أعلنت أنه فيه تطبيق بمتجر أبل لأكسي انفينتي فيكو تنزلوا تطبيق أكسي انفينتي وبدأ شو تلعبوه على الآيفون أو تليفونات لأبل هالأمر أدى لصعودة بشكل كتير بير حكينا عن هالأمر أنا مبارح عن جد حكيت عنه مبارح والضغري صار بعدها وشفنا صعود كمان صاروخ شوفوا هالشمعة لأكسي انفينتي وين صارت نفس الشي بعدني عم بحكي صارتنا صعود لساند بوكس وما أنا بس مش بكبر هالصعود لأكسي انفينتي ورندر بعدني متوقع نشوف صعود لها العملات بعتقد من هلأ لخمسة جون لحنشوف حركة كتير مهمة لعملات الميتاورس رأي شخصي أكيد غير هيك شفنا إثيريوم عم يشتغله فيه كأنه سيتي اسمها زوزالو لفت لنظر أحد اليوتيوبرز الأجانب عم يحكي عننا أنه بوب سيتي سيشتغله فيها لتصير مثل أل سلفادور للبيتكوين تكون للإثيريوم مني سيتي كونسبت هن بهالبادين في كتير إثيريوم في مكانات يليس الراف آلة للإثيريوم وبيدعموا الإثيريوم بشكل عام فهيك هدفهم ما بعرف إذا لح تزبط ولا لأ ولكن هكي خبر كان كتير مهم هو تاذر تاذر قررت استثمر 15% من أرباحها بعملة بيتكوين هلأتذكروا بالربع الأول أعلنت بـ 1.5 مليار دولار عن أرباح بالربع الأول بـ 3 شهر يعني يعني يمكن يشتروا هلأ بقيمة 225 مليون دولار بيتكوين يعني هلشي سيهم بتقت بصعود الأسواق إذا بتطلعوا علي على فترة سنة إذا بتعمل نفس الأرباح 1.5 مليار على سنة بتكون الربح تبعها 6 مليار دولار 15% من 6 مليار دولار هنه سيكون 1 مليار دولار يعني كمية شراء فهلأ فيه ضغط بيعي من قبل الماونت جوكس وبيع الماونت جوكس بس هلأ تذر معقول تشتري بقيمة مليار دولار هنه هنه بيحمله 1.5 مليار دولار من الأساس وقت شفنا البالنس شيب تبعه هيدا أمر كتير جيد لأسواق الكريبتو بشكل عام غير هيك أبتميزم أبتميزم تطوير لح تعمل تطوير جديد اسمه بدروك بـ 6 شهر هالأمر لحيساعد أبتميزم يسرعها ويخليها تقدر تشتغل كروس تشين أفضل ويخفف لتكاليف المعاملات تبعه هيدا أكيد إيجابة لأبتميزم سولانا شفنا صعود بعملة استخدام عاملة سولانا بسبب الإثيريوم جاس فيز والبيتكوين جاس فيز يعني التكاليف اللي كانت عم تصير على الإثيريوم والبيتكوين خلت العالم تروعها سولانا تستخدمها أكتر غير هيك بدي آخر شي أحكي عن هذا الموضوع عم يصلنا كثير رسائل عن عالم خسروا أموالهم بالكريبتو وهن متدينينهم والبعض الآخر عم بدوا ياخد أرض من البونك ليستثم بالكريبتو وبدوا مني نصيحة إخوتي جميعا أكبر خطأ تستثمر بالأصول الخطيرة خلال دين أو قرض لأنك لح تكون بتأثر بحركة سعود أو هبوط لح تعمل القرارات الخطأ بسبب هذا التأثر لأنك خيفين لأنه المال دين هذا مال قرض الاستثمار يكون بأموال خاصة بالأصول الخطيرة يعني نتحدث كريبتو واسهم بالأموال التي لا يحتاجها فقط هذا يكون الاستثمار إلا إذا تستثمر بالعقارات هذا شيء تشترو بيت تستثمر بي بي هذا هذا غير قصة بس نتحدث أصول خطيرة لا نستثمر إلا بالأموال التي لا نحتاجها هذا كل شيء لدي اليوم إن شاء الله انبسطتم بالفيديو إذا انبسطتم اعملوا لايك اعملوا وانا أراكم قريبا فيديو جديد وماركت جديد شكرا